بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فتقبل منا يا رب العالمين واعنا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى الشياطين ونستعين بك بأن نصلي على نبيك وحبيبك محمد الصلاة الكاملة التي ترضاها عليه ويرضى بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى آله الطاهرين وعلى صحابته الذين نشروا الدين وقاموا به حق القيام واجعلنا في أتباعهم ومن خدامهم يا رب العالمين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن شيء من صفة ثالثة وهي مخالفة الله للحوادث ولكن فاتني أمر مهم وعادة يقولون الإلف يحجب حاجب وبما أنني من مشايخ أو طلبة العلم عندي هذا المصطلح سهل واضح وغاب عني أنه قد يخفى على كثير من المشاهدين ما معنى مخالفة الله للحوادث الحوادث عن المخلوقات الحوادث الحادث هو الشيء الذي لم يكن موجودا ثم حدث ثم وجد يعني الكلمة تفسر نفسها لكنها لما تستخدم كمصطلح قد تخفى على كثير من الناس فالله عز وجل لا يشابه مخلوقاته ولا تشابهه مخلوقاته هذا معنى مخالفة الله للحوادث وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وقال عز من قائل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فجعل مثل السوء وهو المثل المتضمن للعيوب للخلق لأن الخلق يكون عدما عدما ثم يوجد والعدم عيب ثم تطرأ عليه الآفات والنواقص فالخلق المخلوق يمرض وينام ويسهو ويغفل وينسى وتنتوشه الأعراض من الشهوات وغيرها فهذه الأشياء من مثل السوء أي من العيوب والنقائص وهي لا تليق بالله تعالى فسلب الله تعالى الكمال عن أعدائه المشركين وأوثانهم وأخبر بأن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله له وحده ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى لم يكتفي بالمثل العالي إنما المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من آخر يعني لو كان اثنان يمتازان بالمثل الأعلى فإذن لم يكن هناك أعلى لأن كلاهما يمتاز بهذه الصفة وإن لم يتصف أو لم يتكافأ بهذه الصفة فالموصوف به أحدهما وحده فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى أن يكون له مثل أو نظير والأسماء الحسنى التي تدل على هذا المعنى هي القدوس أي المنزه والطاهر المنزه من العيوب والسلام وهو مصدر نعت به عز وجل للمبالغة معناه سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء وقيل معناه المسلم عباده عن المهالك عن الذي يسلمه المسلم عباده عن المهالك والمتكبر أي العظيم ذو الكبرياء وقيل المتعالي عن صفات الخلق وقيل هي عبارة عن كمال الذات الإلهية وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى الكبرياء رداء والعزة إزار من نازعني أحدهما أدخلته النار ولا أبالي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذن الكبرياء لله والكبرياء بالنسبة لله كمال وعظمة والكبرياء بالنسبة للخلق نقص وعيب فلا يجوز أن يتصف بالكبرياء إلا الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الحسنى التي تدل على هذه الصفة العظيم أي الذي جاوز كل قدر وجل عن كل حد عن حدود العقل حتى لا تتصوره ولا يتصور الإحاطة بكنه وحقيقته فالعقول لا تستطيع لا تستطيع مهما كانت ولو اجتمعت أن تتصور حقيقة الله تعالى والجليل أي الموصوف بنعوت الجلال والحاوي جميعها هو الجليل المطلق وصفات الجلال هي الصفات العظمة والكبرياء التي يخوف الله بها عباده وصفات الجمال هي التي يجذب بها قلوب عباده إليه من الرحمة والخلق والرزق وما أشبه ذلك ومنها المتعالي والكبير والإيمان بهذه الصفة الجليلة له أثر كبير في نفس المؤمن فهو والحال هذه مطمئن إلى أن معبوده كامل في صفاته منزه عن النقائص التي تعتر المخلوقات فالمخلوق عرضة للأمراض ثم للموت فإذا كان المعبود بهذه الصفة بحيث لا يستطيع دفع المضرة عن نفسه فقل لي بربك أيها المستمع الكريم كيف يستطيع أن يدفع المضرة عن نفسه حكى لأحد المشايخ أنه التقى بقس من القسس وصار بينهما نوع من المودة فسأله الشيخ أيها القس هل ورد عليك سؤال لم تستطع أن تجيب عنه قال نعم لقد سألني شاب صغير يافع فقال لي هل المسيح هو الرب يقول قلت له نعم قال فسألني هل صلب المسيح قال قلت له نعم صلب حتى يرفع يرفع عنا الخطايا يقول قال لي أيها الخس كيف برب لم يستطع أن يدفع عن نفسه الصلب يستطيع أن يدفع عني الضر فيقول أسقط في يدي ولم أستطع أن أجيبه لأنه فعلا كيف لرب لا يدافع عن نفسه عن نفسه كيف يستطيع أن يدافع عن خلقه فإذا كيف ألجأ إليه وأنا أعلم أنه ضعيف لكنني إذا علمت أنه هو القوي المنزه عن النقائص كل النقائص فإنني ألجأ إلى قوي أعتمد عليه ولا أحتاج إلى أن ألجأ إلى أحد معه وتصور أن ربك لو أن ربك كان يتصف بالشهوات التي أنت تتصف بها فهو يحب النساء ويحب الطعام ويحب المال ويحب الملك ماذا كانت حالنا هناك ولذلك نرى في تراث اليونان وفي تراث اليهود أن والعياذ بالله ربهم خبيث يعاد الإنسانية وينتقم ويسيء إلى البشرية لأنه يغار منهم ويحسدهم فهل هذه صفات الرب الذي يعبد الذي يجب أن يلجأ إليك الذي يجب أن يدعى إذا وكان يتمثل بالشهوات لا لا تحتاج أخي وأختي لا تحتاج إلى أن ترجع على التاريخ انظر في واقعكما في الواقع الذي نعيشه انظروا إلى حال السياسيين إلى حال أصحاب المال حتى إلى حال الفقراء حتى إلى حال الأسرة الواحدة عندما يوجد التحاسد بيننا وينقلب إلى بغضاء وشحناء وعداء بل قد يقتلوا بعضنا بعضا فإذا كان جل جلاله وتعالى عن ذلك إذا اتصف بهذه الصفات فما كان تصور ماذا كان سيكون حال الكون إن جرثومة الشرك قد دخلت في البشرية عندما شبه الخالق بالمخلوق وعندما لم تتصور عقول عقولهم القاصرة إلا ربا يشبه الخلق ولذلك صوروا له تماثيل تشبه الخلق هنا دخلت الجرثومة الشرك إلى البشرية ولذلك أرادنا الله تعالى أن نكون خالصين مخلصين منزهين عن الشرك كل الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك بي أحدا من خلقي تركته وشركه يعني ترك هذا العمل الشريك فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد الخالص وأن يجعلنا عابدين له متوكلين عليه وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا